تراكم الخبرات لدامانة جدة في تنفيذ مشاريع الواجهات البحرية أعطانا القدرة على العمل مع التحديات الموجودة بالمشروع ومعرفة احتياج زائري ومستخدمي المشروع مستقبلاً والقدرة على خلق الفرص وتحقيق مفهوم الاستدامة بالمشروع وذلك مثلاً على سبيل المثال من خلال المواد المستخدمة في عناصر المشروع وبالإضافة لإنشاء مبنى المراقبة والتحكم طبعاً تراكم الخبرات السابقة في عمل الواجهات البحرية وفي تصاميم الواجهات البحرية الغرفة التحكم واحدة من العناصر اللي نجحت بشكل كبير في الواجهات البحرية والواجهة البحرية للمرحلة الرابعة والخامسة بتكامل جميع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة هدف حرصنا تماماً أن يكون الفكر بشكل كامل نعكسه هنا بس بشكل أيضاً أخذنا في الاعتبار جميع التحديات اللي واجهتنا هناك عملنا التصاميم بحيث التناسب بشكل أكبر وأكثر للمناطق البحرية أو المناطق الواجهات البحرية من ناحية الموقع لاستقبال الأطفال الضائعين لموقع للإسعافات الأولية والكاميرات المراقبة وغير اشتركوا في القناة